الموضوع الاولاني هو موضوع رجينو واحنا قتلناه بحثه قلنا في النهاية سيخضع السيسي سيركع السيسي وقد ركع السيسي تقول لي ازاي بقى ده البيان واضح جدا لا بيان النيابة المصرية ونيابة ترومة بيان فاضح جدا بيان ايه فاضح جدا وهنشتغل بالفهامة تاني ونطلع اللوح كون ان تيجي نيابة برانية تقعد مع النيابة المصرية يبقى فيه تدخل في الشأن المصر ولا لا يبقى نمر واحد هناك انتهاك للسيادة القانونية لمصر مش معقولة الاتنين يطلعوا بيانة انه في العادة لو واحد حصل هم بيسخوا فيك ما يسخوش فيك فاللي يقول لك انه ده بيان واضح قوله ده بيان ايه فاضح لقد تم العبس بالنيابة المصرية اثناء النهار بوسط النيابة الرومية بقى ازاي صح التعبير الايطالية يعني في فقل فاضح حصل اعترفت النيابة المصرية انها قعدت مع النيابة الايه طيب لما اعترفت ايه اللي حصل قال لك والله مصر انه يا جماعة الخير احنا كمان بنقول انه ايطاليا بتتهم خمسة بس بتتهمهم كافراد ما بتتهمهم شي كانهم افراد من امن المصري معاذ الله يعني مصر بتعترف ان في خمس ناس من الجيش من الشرطة من المخابرات متهمين بس ايه اعمال فردية يا باشا ايطاليا تحترمنا بتتهم زباطنا بانهم بيعملوا اعمال ايه فردية تمام بس احنا كمان في مصر بنرفض ايه احنا بنرفض التهم بس على فكرة مش هنقدر نمنع ايطاليا انها اتحكامهم بس احنا بنرفض وبنتحفز شفت هذه الحتة دي يعني احنا بنرفض طيب لو سمحت يا باشا بعد كده لو النيابة الايطالية طلبت الشباب دول التحقيق هنعمل ايه قالك ها لا 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 احتمال يكونوا ماتوا مش كده او احتمال يكونوا اختفوا واحتمال يكونوا سفروا اليوناني دوروا على شغل او الامارات ما نعرفش وعمالين نفكر دلوقتي مصر بتستعين بالتجربة السعودية بتاعت خشوجي ازاي ندين الشباب وانطلع منها مين محمد دين سلمان رجل انت وازاي ندين الشباب اللي هم مالتاحت وما نعرفش نخبين ولا يعني انت تعرف ان السعوديين اللي قاتلوا محمد وقودينه من النيابة السعودية محبسون انا مش محبسين طالع بقى انت بتسموا اه اه فلان ولا فلان ولا فلان انا تعرفهم من ايه ما السعودين بيربسوا كلهم غطرة عجاة تعرفهم انت من بعضهم ولا حد يعرف من بعضهم ثلاثة مدير فضيحة ان المعلمين في النيابة المصرية ارتكبوا خطئ طيل الاولى قالك والله لو بجيبوا لنا الباية نحطها حطوها على الشاشة بعد ايسا حالك وانا اتكلم قالك ان احنا لسه معصلناش على الجاني بس في ناس تشكيل اصابي موجود واخدلك يعني ايه استخدم اسماء الزباط اللي انتوا بتقولوا عليه في ايطالة ايه يعني فيه خمسة استخدموا زوروا اوراق الشرطة والجيش والمخابرات يا ولا على رأيه يا ولا انت جليل انت يعني انت يا استاذ تصدق الحكاية دي يعني انت عاوسي فهمني ان الخمسة اللي موجودين عندكم في مصر ده معاهم كلمات مزورة ده الشهود من داخل المنطقة من جوه ده سامعوا لشهود من داخل جهاز الشرطة والمخابرات تعرف كده شافوا جابوا الشهود الواد اللي هو بتاع الربابيكيا وبتاع الزبالة اللي هو بتشغال مع الامن شهد وانت فاكرك مدان التحرير يما كان الثورة كان كله مترشق ناس بيعملوا بيبيعوا باع جائلين ومسيحة عزيزة دو كله كانوا مخابرات تعرف كده او لا تعرفش تعرفش انت المعلومة دي تلاقي دايما في المداخل مدان التحرير كانت تلاقي ناس اللي بيبيع دورها واللي بيبيع مش عايب ايه عيال شكلها علي غضب ربنا يعني معروفة فانت بتقول ان الخمسة اللي ايطاليا متماهم دول ناس سرقوا كرنهاتهم مثلا يعني يرضيك انت يا باش انا مخابرات المصرية اضحك عليها ويتعامل كرنه باسمها يعني يرضيك ويعيشوا في مصر ده بانت يا رضيك يا سعدت وزير الدفاع والشورطة والبطيخ اللي بتعملو ده يرضيك ان يتقال ان في كرنهات ان سرقوا انت وسع منهم في البلد كده وبعدين ما تلاقتوش الجنال حد دلوقتي بس تلاقيتوا المتعلقات وموتوا الايال اللي جيت لقوا المتعلقات يعني انت تلاقيت المتعلقات صح؟ وجبت البيئ الايال اللي خدوا المتعلقات وقتلتهم صح؟ انت مش كان مفروض بدل ما تقتلهم تاخدهم تستجومهم يكن يطلع واحد منهم من الايال ده وبعدين تعالي 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 هو حضرتك لما عارف ان الايال معاهم الحاجات دي الوحشين اللي قتلناهم في المكرمس فاكر انت الحادثة دي ما تلاقيتش معاهم الكرنهات المزورة مش ممكن يكون مكان معاهم انا انت ايه يا معادي ده انت غابي اوي يا غادع غابي اوي يعني كنت ساعتها تقوم عامل الكرنهات دي وحططها فين عندهم صح يا بشا؟ هلا بخشيش اوه يكلم بقى ساعتها الموقف ايه انه تلاقينا اه منتحلين صفة خالة شالبي ومنتحلين صفة مش عارف الزبط مين والزبط مين لما الخمسة المتهمين قاسين اللي ممكن يا زملاء انه تطلعوا لك قاسمين وبعدين قالك انه لسه الجاني مش عارفين نحصله بقى يا راجل ده كلام؟ قد الخمسة احنا تكلمنا عليهم قبل كده بقى ده ايه ست سنين يا جدعان مش عارفين تحصله الجاني مين؟ وتجي ايطاليا تقولك احنا عرفنا الجاني مين؟ طب ميني الجاني ميني الجاني مين؟ انا اقولك انا ايطاليا بتقول اللي فيه خمسة انت عملت دور في حتة تانية ايطاليا بتقولك والمصحف الشريف وماما مية وبيحلفو لك بالطرياني بالفافوري هم وانت تقول لأ للعيال اللي عملوا القضية دول زوروا الهويات طبعا هما فين العيال؟ عشان نشوف الهويات طب فين الهويات اللي هي مزورة عشان نتأكد انها مزورة مش كده قال ليه؟ مش المفروض ان احنا دلوقتي قالك ان انت معاهم بطاقات بتاعة الزباط دي؟ المفروض ان احنا دلوقتي نشوف البطاقات دي؟ صح؟ وبعدين نشوف العيال اللي زوروا البطاقات دي؟ يعني مثلا انت خيال واحد زي خالد شالري هتعملوا طاقة والراجل ايه يروح يموت ويمشي معقول يا جماعة؟ وبعدين في الاخر قالك بصوا يا جماعة احنا يعني بصوا يا اخوانا عاوزين نقول لكم حاجة لا يزال مجهول القاتل مجهول والناس اتطرف ملف تحقاته بغلق ما هنقفله مؤقتا مع تكليف جهات البحث انها تكمل بقى بس يخلي بالكم انه احنا هنتحرى ونعمل الانتخاذ ونيابة الجمهورية فهمة هذا القرار ايطاليا متفاهمة هات اللي بعد منه بقى والاسوأ هات الاسوأ بعد منه لا 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 ارجع تاني ارجع تاني جزء بيقولك ايه وان النيابة المصرية رغم احاطاتها وتقديرها الاجراءات القانونية الايطالية الا انها تتحفز تماما على هذا الاشباه ولا تؤيده اذ ترى انه مبني على غير ادلة ثابتة وتؤكدوا الله عليك يا معلم الجزء ده علم عليه وحفاظه من معزوبة وتؤكدوا تفهمها للقرارات التي المستقلة التي سوف تتخذها نيابة الجمهورية بروما يعني ايه يعني لو روما قررت معاقبة الخامسة دول مصر هتقول احنا متفاهمين يا جماعة على البركة يعني السيسي هيسلم الرجالة دول لان مصر ما اعتراضتش على قيام روما بمحاكمة دول يبقى السيسي فرط في الايال بتورا هل يبقى الايال دول هيعيشوا زي ما قبل كده ولا هيموتوا هيتقتلوا ما خايفيني موتهم ده خالد شعلة برقابته بالدنيا دلوقت لانه عارف هو خالد شعلة بالقلم المخابرات الموتته خالد شعلة باللوة ده وعارف انه لو اتقص او اتعاقب انه ايطاليا اللي هتشكف مين في عفتاح سيسي ومحمود السيسي قصة دي مهمة قوي دي بلد الهرباء يسمعها هرباء ما عارفش هيه هرباء ولا بس يعني ده البلد ده يجي واحد من بره يقعد يفاتش وراك يفاتش وراك لحد ما يجيب قرارك واحنا اقول لك ده فلان مختفى تقولنه شو مختفى اختفى فين مش عندنا وبعد سيط الشهور يطلع فين قدام النيابة كنت فين يا ابني بتاع النيابة بيقوله انت عبضوا عليك البال قالوا عبضوا علي ايه باشا ده واخديني من سيط الشهور يقول له يا سلام طب ما عارف بتاع النيابة بيقول للمتهم ما عارف انت او انا وانا عامل لك ايه بيقوله انا هنا ليه قالوا هنا كده بمزاجي بتاع النيابة المصرية المعفن اللي الطلينة فحتوهم ها لان في دولة بتحافظ على منقات منها بيقول للمتهمين اللي بتعرضوا عليه بعد الاختفاء القصري بيقول له بيقول له ان هن ليه يا فنة قالوا والله همزاجنا كده ده بقى اللي هيقيم العدل والله ايه يعني يا جماعة يعني شو ايه كده قمت بالنوب قلت ده بتاع النيابة مش الزابط وانت قول لي البلد هيبقى فيها عدل وعدانة خلي بالك عشان انت يعني اللي بيعملوا ربنا عبر ايطاليا حاجة بسيطة